افتتحت اعمال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد حضر الاجتماع عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الدول الاعضاء للمجموعة والذي ترأسه سعادة السيد طلال الصايغ من دولة الكويت الشقيقة بالاضافة الى بعض الدول والجهات المراقبية كمجلس التعاون الخليجي ومجموعة العمل المالي وهيئة الامم المتحدة وغيرها ويتناول الاجتماع العام على مدار ثلاثة ايام العديد من المواضيع المدرجة على جدول اعماله ومن اهمها علاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية العاملة في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها كما ينظر في عدد من التقارير ضمن برنامج المتابعة المتعلق بالتزام الدول الاعضاء بالمعايير الدولية الصادرة في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح فضلا عن مناقشة خطة عمل المجموعة للعام المقبل وبعض اوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والادارية الاخرى يأتي هذا الاجتماع في اطار توحيد الجهود الاقليمية والدولية من اجل حماية الانظمة الاقليمية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من مخاطر تلك الجرائم جدولنا طبعا رح يكون حافل في العديد من الموضوعات على اهمها او يأتي على رأسها طبعا موضوع مكافحة تمويل الارهاب باعتبارها ظاهرة دولية نساعد طبعا ونتكاتف مع مؤسسات المجتمع الدولي في محاربتها ايضا هناك برنامج خاص في تقييم او متابعة تقييم الدول سيتم ايضا تطرغ له في فعاليات هذا الاجتماع اضافة الى تجربة احد الدول في برنامج فيما يسمى بتقييم الطوعي للضرائب في نفس الوقت ايضا ستعتمد بعض من اوراق العمل الخاصة في الجولة الثانية لتقييم وتبادل الدول المجموعة ونأمل ايضا في ان شاء الله في الترحيب بعضو جديد في هذه المجموعة بنظر الاجتماع العام ايضا في طلب جمهورية جبوتي وهي تعنى بوضع القواعد لمكافحة تمويل الارهاب وطبيض الاموال وتتابع الدول الى كيفية تطبيقها ضمن تشريعات محلية وبالتالي الدول الاول شيء يجب ان تقر تشريعات كي تتبين انه هي دول ملتزمة بنظام او منظومة العالمية ودور المجموعات الاقليمية والمجموعة الام هي متابعة والتدقيق فيما كانت هالدول طبقت التشريعات والعملية عملية جدية كتير وعندنا اجتماعين نحن بالسنة في المنطقة والرئيسة هي دورية مرة اجتماع في دولة رئيسة ومرة اجتماع في السكرتيري اللي هي في البحرين وطبعا في اجتماعات مع المجموعة الام اللي هي في باريس ثلاث مرات في السنة طبيعة الحال وجود الاجتماعات الدورية هي تعين على مراجعة الاجراءات والالتزامات وايضا دعم الدول من خلال التعاون الفني لتطوير كافة الاطر في انظمتها ان كانت الاطر التنظيمية او عملية الاطر التشغيلية وطبيعة الحال هذا يعين على الاستمرار في تطوير هذه الانظمة وايضا وجود تطبيقات مشتركة ايضا ليكون الوجود فهم اوضح للتعامل مع هذه المورة على المسطوى المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة